انتشر في أواخر سنة 2019 في الصين فيروس الكورونا المستجد واللي بيعتبر نوع جديد من فيروسات الكورونا الكورونا بيسبب أمراض بتبدأ من نزلة برد وبتوصل لمتلازمة تنفسية حد عشان كده لو انت شخص مخالط لمريض كورونا لازم تتبع الإرشادات دي لمدة 14 يوم حاول ما تخرجش من البيت طول فترة العزل وخصص مكان منعزل في البيت تكون تهويته كويسة خصوصاً المساحات المشتركة اخسل إيدك دايماً بالميا والسابون لمدة 20 ثانية حاول تتجنب الزيارات بأنواعها قلل الانتقال من مكان العزل لمكان تاني البس الكمامة بشكل صحيح ورميها في كيس مقفول بعد الاستخدام غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعص واخسل إيدك بعدها بالميا والسابون ما تشاركش أدواتك الشخصية المنزلية مع حد تاني زي الأطباق والكبيات أكل الوجبات بعيد عن أفراد الأسرة وحافظ على المسافة بينكم امشي على نظام غذائي متوازن تكون دهون قليلة اشرب مية دافية بدل المشروبات البردة ما تستخدمش المضادات الحيوية بشكل مستمر وتابع درجة حرارتك كل 8 ساعة لو ظهر عليك أو على أفراد أسرتك أعراض زي صعوبة في التنفس الاختناق ديك التنفس بعد أي مجهود ارتفاع درجة الحرارة والكحة لازم تستشير الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 105 وللسلامة العامة لو هتروح أقرب مستشفى حافظ على لبس الكمامة وبعد عن المواصلات العامة والزحنة عشان تحافظ على نفسك وأفراد عيلتك وتحمي نفسكم من فيروس الكورونا حاول ما تتواجدش في غرفة العزل وفي حالة الاختلاط حافظ على مسافة 2 متر بينك وبين المريض استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة منع الزيارات بقدر الإمكان البس الكمامة في حالة الاختلاط ورميها في كيس مقفول بعدها غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعطس وتخلص منه فورا واخسل إيدك بعدها بالميا والصابون اخسل إيدك دايماً بالميا والصابون لمدة 20 ثانية أو نظفها بمطاهر كحولي حاول ما تلمسش العين أو الفم أو الأنف بإيدك لو مش مخسولة ما تشاركش أدواتك الشخصية مع حد تاني زي الأطباء والكبيات والفوط وكمان نظفها بالميا والصابون وانت لابس جوانتي نظف كل الأسطح المشتركة بينكم زي ما قابض البواب والهواتف ولازم تلبس جوانتي وانت بتنظفها اتأكد إن المساحات المشتركة في البيت تهويتها جيدة ويبعد عن الاختلاط والتجمعات في الأماكن الزحمة على قد ما تقبل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر